تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة بمناسبة تولي السموه رئاسة مجلس الوزراء من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبر فيها عن أسمى التهاني والتبريكات بهذه الثقة الملكية السامية معربا عن خالص التمنيات لسمو ولي العهد بالتوفيق والسداد في مهمه ومسؤولياته الوطنية لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف المسيرة التنموية وفق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين